السلام الله عليكم ورحمته وبركاته مرحبا بكم أحبائي في قناتكم فل للوصفات السريعة إن شاء الله يلقاكم الفيديو تاع اليوم بخير وفئة مصحة والعافية كما عودتكم أحبائي بالوصفات السهلة السريعة والناجحة اليوم وفي أقل من ساعة حضرت أشهى وأطيب لازانيا بدون فرن إذن أحبائي من طورت شهلكم نروح إلى تفاصيل الوصفة ونقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله إذن الخضار تاعي اللي راح نستعملها خذية بصلة كبيرة زوج حبات جزر ربطة صغيرة بتاع كرافس وثلاث فصوص توم قطعتها إلى قطع كبيرة ومبعد راح نستعين بهذا القطعة الكهربائية إذن كما تلاحظونا نرحيها إلى قطع صغيرة على النار متوسطة اضعت مقلة شوية غامقة اضفت حوالي أربعة إلى خمس ملاعق أكل زيت بعد ما سخن اضفت الخضار نقليها شوية حتى تذبال نحنضيف لها ميتين وخمسين غرام لحم مفروم نحاول نفكك بالملعقة اللحم المفروم اضفت شوية زيت حوالي زوج ملاعق أكل لأنه شفت أنا مخصوصة شوية زيت نضغط على اللحم حتى يتفكك ويتخلط مليح مع الخضار تبلت بالملح والفلفل اللي كحل بعد ما تقلم ليح الحم مع الخضار نضيف طماطم طازجة مرحية وهنا رح نضيف معجون فلفل اللي حلو ما شوي كان مجمد كنت درت عليه فيديو رح نخلي لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف اذا بعد ما تقلات مليح الخضار اللحم مع الطماطم اضفت ملعقة أكل طماطم مصبرة اضفت ورقة تارند رشة زعطرة واستعملت نصف ملعقة بودرة الريحان واللي عنده ريحان طازج من الأفضل نستعملوه بعد ما تقلات مليح نمرق بالماء سخون كمية الماء على حسب كمية اللازاني اللي رح نستعملها نخلي مرقة تعي طيب ونروح نحضر صلصة البيشامل وضعت كاسرولة على النار منخفضة اضفت ملعقة أكل مارغارين بعد ما ذابت اضفت لها ملعقة أكل فارينا نخلط حتى الطيب للفارينا في الزبدة هنا رح نضيف كاس حليب ونضيفه بالتدريج ونحرك حتى تتفكك لي هذه الفارينا نبقى دايما نحرك ما نحبسش هنا رح نضيف الكاس الثاني تالحليب لأنه حبتها شوية خفيفة كما رح كتلاحظو هذا هو القوام اللي حابته نضبل بشوية ملح وفلفل اللي كحل نخلط ورح نضيف لها ملعقة أكل جبن طري نحرك حتى يدخل الجبن في الصلصة ونطفع لها إذن جبت الكمية تالا لازان اللي حابة نرميها نكسرها كما رحكوا تلاحظو ونحطها في الصلصة صلصة الطماط نكسرها ونضحها بشكل عشوائي نغطي عليها وننقص عليها النار ونخليها الطيب مرة على مرة فقط نحركها بلا ما نقلبها بش متعجن ليش هنا لازان تعي راهي طابت ونضيف لها صلصة البشاميل وندخل صلصة البشاميل داخل لازان بلا ما نقلبها بش نحافظ على الشكل تاحها وما تتتعجن ناش ونزيد نضيف حوالي مغرف أو زوج على الوجه نضيف شرائح تعجبن أنا استعملت جبن جبن الموزاريلا ونضيف فوقه جبن مبشور والذوق يبقى اختياري كل واحد واش عنده يستعمل هنا ممكن نضع لها فقط لغطة وخلي الجبن يذوب لكن أنا دخلتها للفرن شعلت لها من فوق بش فقط تأخذ هذا التحمير هذي إذن طابقتها نارة هواجد للتقديم وصفة سهلة بسيطة ما تديش بزيف وقت وجي هيلة في البناء أنا بصراحة فضرتها على على لازانيا تعلفور جيت خفيفة ما تتشبعش شاهدكم إن شاء الله في الجنة واللي وصل معي هنا وما زال ما دارش رايك يدير لايك وما زال ما اشتركش يشترك في القناة ويفعل زر الجرس باش يوصلوا كل جديد فضلا وليس أمرا إذن هنا نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو وابقى لغنقلكم إلى اللقاء مع وصفات أخرى إن شاء الله دمتم في رعاية الله وحفظه مع السلامة ترجمة نانسي قنقر